وجهت السلطة المحلية بمحافظة حضراموت في بيانا لها اتهامات للحكومة مجددة في الوقت ذاته تمسكها بقرارها الذي اتخذته قبل أيام والقاضي بوقف توريد الإرادات إلى البنك المركزي اليمني واستخدامها لتلبية احتياجات أبناء محافظة حضراموت وقالت السلطة المحلية في بيانا لها إن قرار المكتب التنفيدي بالمحافظة والتي اتخذ بالإجماع بتوقيف توريد الإرادات المركزية من العوائد والرسوم الجمهورية والضريبة والمحافظة على مؤسسات وروح الدولة بمحافظة حضراموت واتهم البيان محافظة البنك المركزي بتوقيف التعزيزات المالية الصادرة من وزارة المالية موضحا إن تلك التعزيزات تقف في أدراج محافظة البنك المركزي اليمني في عدن دون وجه حق وأضاف أنه في حين يتم إيقاب تعزيزات حضراموت يقوم البنك بصرف تعزيزات مالية أكبر بعشرات الأضعاف لمحافظات محررة أخرى والتعذر بعدم وجود السيولة فيما يقص التعزيزات بمحافظة حضراموت وأكد البيان عدم استقام التعزيزات المالية اللازمة لصيانة محطات الكهرباء وتحسين الشبكات الداخلية ناهيك عن الوقود اللازم لهذه المحطات وعقود الطاقة المشترى التي انهكت السلطة المحلية في حضراموت ولم تستطيع الاستمرار في دفع هذه الالتزامات دون البحث عن حلول مشيرا إلى أن ما يتم تحويله من الحكومة المركزية لا يلبي المطالب اليومية للمواطنين ونددت السلطة بالأصوات المنتقدة لقرارها بتوقيف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي مبررة ذلك بالقول أن محافظة حضراموت ليست الأولى التي اتخذت مثل هذا القرار وقالت أن محافظة مأرب لا تزال تحافظ على مواردها المالية داخل محافظتها واتهم البيان أيضا الحكومة برفض مطالب السلطة المحلية المتكررة بمنحها مخصصا من المازوت من مصاف مأرب وذلك لتشغيل محطة الكهرباء والتي تعمل بالمازوت وبالمقابل يتم بيع المازوت لمتعاهد بسعر زهيد والذي يبيعه لاحقا للسلطة المحلية بسعر تجاري بتصرفات غريبة وجريئة لا تكترث للعقوبات القانونية والتي لا تسقط بالتقادم حسب ما أورده ذلك البيانة مطالبا رئيس وأعطى مجلس القيادة بتشكيل لجنة برلمانية مستقلة تلبي مطالب أبناء حضر موت في تحقيق ذلك كما طالبت بمراجعة مبيعات النفط الخام من خلال اللجنة البرلمانية من أول شحنة من عام 2016 للميلاد إلى آخر شحنة في أغسطس 2022 للميلاد وتحديد حصة محافظة حضر موت وما تم تحويله من هذه الحصة وما استقطعته منها لمتنفذين خارج نطاق النظام والقانون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر